موسيقى عود لكم مشاهدينا بالفقرة ما قبل الأخيرة وبصرنا استضيف معي الاختصاصية بالعلوم الاجتماعية والسياسية دكتور سالين مرعب غانم تنحكي معها أكتر عن حرية التعبير بين المونولوج والحوار دكتور سالين أهلا وسهلا فيك موضوع شر كمان حضرتك سرطة من أهل هيدا البيت وهيدا الشي بيشرفنا مرسي كتير بداية دكتور ليه اخترنا هيدا العنوان يعني ليه حرية التعبير بين المونولوج والحوار أصلي بالمونولوج وقت الواحد بيبلش يعبر عن شخصه عن شخصيته عن الأشي اللي عم بيفكر فيها من صميمه يعني كل واحد بيفكر أنه هو عم بيحكي لحاله هيدا هو المونولوج بس بالنهاية بدنا نفكر أنه في حدا مقبيلنا نحن وقتا منكون عم نحكي ما عم نحكي لحالنا عم نحكي عم نحاور شخص يعني رح يكون في شخص مقبيلنا أو يمكن أشخاص أو ديانس معينة تكون مقبيلنا رح نحكي معه رح نحاوره وهون بيصير في حوار يعني من هون أهمية المونولوج من جهة لأنه عم نعبر عن نفسيتنا عم نعبر عن أفكارنا بس نفس الوقت لازم ناخد بعين الاعتبار الآخر اللي هو رح يكون مقبيلنا وأكيد رح يحورنا بالمقابل هل هون فينا نقول لدكتور نرجع للمفهوم يلي بيقول أنه بتنتهي حريتك عند حرية الغير يعني يكون فيه إذا بدك توقيت ما معين أي متى أنا أحكي أي متى اسمه أكيد هذا الحوار بيجي بطريقة أنه أنا بحكي بنتر الآخر تيرد مع احترام أكيد الآخر بكل معنى الكلمة يعني أنا عم بقول جملة بدي انتبه على الكلمات اللي عم بقولها فيه كلمات بتأثر أكتر من غيرها فيه بدلة بكلمات يقدر الآخر يتقبلها تكون أقل وطأ علي ولا تكون أقل وطأ تكون تكون بالمقابل عم بيرد بلا ما يكون حاسس أنه هو عم بينقزى من قبل الشخص الآخر هون الحدود اللي منحطها وقتها منكون عم نحاور صحيح دكتور كيف بتحدد شرعة حقوق الإنسان حرية التعبير كيف بتحددها؟ بتحددها بالمادة 19 بالمادة 19 بتقول أنه كل شخص له حق بالتعبير بأي وسيلة بأي طريقة ممكنة عنده إياها ومن ناحية تانية بتعطي للإنسان الإدراء على أنه يقدر يبحث عن المعلومات يتلقيها وبنفس الوقت كمانا يقدر يعطيها للآخرين بتسل للآخرين أكيد ضمن حدود كرامة الآخرين ضمن الحدود اللي هي بتعطيها شرعة حقوق الإنسان من جهة تانية بدنا ناخد بعين الاعتبار كمانا أنه لحرية التعبير فيه إلى حدود فيه إلى كمانا ممارسة خاصة فيه طريقة بالتعبير فيه يمكن كمانا نوع من مسئولية من واجبات لازم الواحد يعرفون قبل ما يعبر عن آراءه وهون يمكن كمان نرجع شوي دكتور للصفوار فيه في الأسف ينا نقول يعني كيفية التعبير نعرف أي متى كمان نرجع نحكي نسمع غيرنا في ايتيكات كمانا بالتعبير في ايتيكات بالتعبير بالحوار يعني خاصة وقتا بيكون الحوار فيس تو فيس يعني بنكون مقابيل بعضنا أو على التليفان يمكن لازم ناخد بعين الاعتبار يعني مثلا بتصور أثبت أنه الواحد يقول للتاني ما عم بتقول الحقيقة من أنه نقوله أنت واحد كذاب صحيح يعني أفضل الأمور الكلمات بتأثر أو يمكن معلومتك غلط بدي صلح لك إياها أو إذا بتسمح لي صلح لك إياها يعني فيه هنا أكتر شيء بعتقد الدكتور بتفوت الاتيكات بهذا الموضوع وكيف نعرف نحترم يمكن كرامة غيرنا مزبوط دكتور السؤال يمكن كتير طرحه هو كيف منعبر عن قراءنا منعبر عن قراءنا بوسائق العدة وبطرق كمانا مختلفة الطرق هي أربعة فينا نعبر شفاهيا يعني أنا وقتا بكون عم بحاور شخص تاني أو من خلال يمكن سبيتش عم بعملو ديسكور عم بعملو أبيل الآخرين في عبر كمانا كتابيا يعني من خلال كتاب أو يمكن أي شعر أو نص بكتبه عم بيعبر عن قراءة من خلاله في عبر كمانا بالتباعة يعني بالجريدة أو على بلاغ على الإنترنت وفي كمانا في الواحد يحاور بطريقة كمانا غير لفظية من دول ما نلفز شي يعني بالإيماء إذا بدك بلا ما نكون عم نلفز شي فيه كمانا عبر عن قراءة يعني إذا أنا زعلان كيف بعمل كيف ممكن استعمل استعمل يعني الإيماء تقدر عبر عن زعل أو إذا كنت مبسوطة هذا بالنسبة للأنواع بالنسبة للوسائل فينا نعبر عن قراءة من خلال الراديو من خلال الصحف التلفزيون الإنترنت يعني كل الوسائل التكنولوجية الإلكترونية كانت أم غير وحليا هلأ مواقع تواصل الاجتماع هي أكتر مواقع خاصة فيسبوك منقدر نعبر عن قراءةنا فيها ومنحس حالنا إنه unlimited يعني ما معنا إذا فينا نقول شي عملنا حدود غير محددين فينا نقول نحس إنه معنا حدود بس الحدود موجودة إن كانت على نطاق على نطاق الشفهة أو المكتوب أو كمان على نطاق الإنترنت يعني مش معناتها إذا ما نحس إنه ما في رقابة على الإنترنت معناتها الرقابة موجودة بالعكس موجودة وموجودة بكترة الدولة عليها إنه ترائب هيدا الموقع المواقع الإلكترونية بس بنفس الوقت الإنسان الشخص بيحس حاله إنه هو عنده حرية أكتر حرية مطلقة بس هي الحرية منا مطلقة فيه إلى حدود الدولة من جهة بدأ تحميلنا حريتنا حريتنا بالتعبير كمان على المواقع الإلكترونية ومن جهة تانية فيه شيء اسمه ناتيكات نت للإنترنت ناتيكات لهو الاتيكات طبع التواصل الاجتماعي الاتيكات طبع الإنترنت ولا شو هي الاتيكات يعني أنا أي صور حط أي صور ما حط يمكن جمل ممكن تجرح غيرنا إن كنا أشخاص أو عدد أكبر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أكيد دكتور حرية التعبير هي حق ولكن شو دور الدولة كون حضرتك هلأ اطرقت للدولة شو هو دور الدولة بحماية حرية التعبير هلأ شرعة حقوق الإنسان أكدتنا أنه هيد الحرية مطلقة من جهة بس بنفس الوقت حط تحدود قالت أنه عنا واجبات حيال المجتمع حيال الآخرين وهون الدولة بتلعب دورها بدي ذاكرك يمكن من حلقتين حكينا عن حقوق الإنسان صحيح وقلنا أنه الحرية هي من الحقوق الكتير قديمة لأنه أقدم الحقوق اللي عنا إياها وشغلة تانية الحرية إن كانت الحرية المطلقة أو حرية التعبير هو حق بيسموه سلبة لا سلبة لأنه الدولة لازم تشيل إيدها عنه تنقدر نحن نعيشه أو نقدر نعبر عن أراءنا دولة ممنوع تقمع بهذا المجال بس من جهة تانية دولة لازم تنتبه كمان على أنه تترك الناس تعبر بحرية بس نفس الوقت إنه تقدر يمكن تحط حدود لحالة تقدر الناس تحط حدود سوالدولة هون بترائب تالناس كمان تعرف وين تحط حدود ده ما يصير فيه مشاكل بالمجتمع للمحافظة للحفاظ على الخير العام يمكن داخل المجتمع للحفاظ على القيم داخل مجتمعاتنا يعني عم بيصير فيه قمع نوعا ما على الحرية أكيد بيضل فيه قمع طب لكان حرية التعبير منا حرية مطلقة لا أكيد ما قلتلك منا مطلقة لأنه دايما بدنا ننتبه أنه فيه الآخر مقبيلنا نحن منا موجودين بمجتمع لحالنا فيه الآخرين والآخرين لازم نحترمون طب بس ما لازم كمان يوصل صوتنا دكتور يعني أوكي ناخد البور والكونتري يمكن ولكن مثل ما أنا إذا بدنا نقول مفروض احترم أرائيك يمكن لازم تسمع أرائي للآخر وكمان تحترميه نظبوط هي مبنية على علاقة على علاقة حوار ديالوج فينا نقول ديالوج بين اثنين طب دكتور شو أهمية التعبير عن أرائنا يعني كونا طلعت شوية مش حرية مطلقة ولازم احترم غيري ولازم كذا وكلنا بنعرف أنه خاصة بالوطن العربي بس نجي بدنا نعبر عن أرائنا عطول بدوية على دوز الصوت الفوليوم كذا ولكن إذا بدنا نحكي عن أهمية التعبير عن أرائنا شو أهميتها؟ في عدة أهميات أول واحدة بالنسبة للشرعة حقوق الإنسان هي أنه بتحافظ على الديمقراطية هي جزء أساسي من الديمقراطية يعني ما فينا نعيش ببلد ديمقراطي إذا نحنا ما عنا الحرية أنه نأثر بأرائنا على الآخرين يمكن كمان إذا يعني ما حدا عم بيحترم لنا أرائنا تنقدر نحنا نعبر عنهم الصوت ديمقراطية هي كتير مهمة حق الوصول إلى المعلومات لأنه إذا أنا ما وصلوا للمعلومات كيف بدي أعرف كيف حاسب يعني للمحاسبة لحق الوصول إلى المعلومات لنقدر نغير لازم يكون في حق مثل سلسلة هي شان كلها مع بعضها ولا هيدا أول شيء ثاني شيء مهم نقدر نعبر عن أرائنا لأنه بتخولنا أنه يكون عنا كمان حريات تانية يعني إذا أنا ما عندي حريات التعبير اختفت هنا حريات الانتخاب اختفت كمان حريات التجمع حريات أنه الواحد كمان يطالب يعني كله موصول ببعضه اختفت واحدة راحه كله ولا كله موصول ببعضه يعني هن أقدم الحقوق اللي عندنا إياها كناس وهي كمان في شغلة مهمة لازم نحكي عنها تنقدر نعبر عن بطريقة نضيفة ومباشرة عن أرائنا تكون يعني مفهومة مظبوط شو نحن نحن نوين نوصل كمعلومة ضروري يكون عنا الحرية المطلقة يعني تنقدر نحاسب إذا أنا ما عندي المعلومات ما بقدر حاسب إذا أنا ما بحق اللي عبر عن أرائي ما بقدر انتقد وإذا ما في انتقاد ما في تغيير يعني كله موصولة كمان ببعضه يعني أنا إذا كنت بالصف مع طلابي وما عطيتهم حرية يعبروا عن أرائهم وعطيتهم أنا شاب بيتر كامل وما عطيتهم حرية أنه يحكوا وأنه يعطوا رأيهم ويمكن هن قاريين بدون يعطوا كمان رأي يمكن ناس أخاقين حدوا عن هذا الموضوع أو يمكن تعليق كمانتار يمكن يعطوا عنه أو كمانتار أو أي تعليق إذا أنا ما عطيتهم الحرية هنا منعطهم عن الانتقاد وبس إمنع عن الانتقاد معناتها ما عم بحاور التاني وهون هيدا يمكن أهم نقطة هو لما تكون عم تعطي دكتور هيدا الدرس كون حضرتك استاذي محاضرة بالجامعة لما تكون عم تعطي هيدا الدرس الده كمان بده يكون فيه إذا فينا نقول مسئولية عليك أنه تكون لأنه عم تعطي هيدا الدرس لازم تكون عطول يعني عين على الكتاب أو على الباور بوينت وعشر عيون عليهم حتى تتلاقي الفيدباك قده بتلاقيها صعبة حتى 100% بده الواحد دايما يعمل مثل إكيليبر بلانس بينه وبين الآخر يعطيه كمان المجال أنه يحكي يعطيه ما ينتر ما ينتظر أنه تاني عبر عن قراءه بس ينتره طي يرجع يهجم عليه أو يتهجم عليه يسيط أحد وعطى بالمعلومات مظبوط دكتور كنا حكينا شوية عن مواقع التواصل الاجتماعي والتطور التكنولوجيا ولكن إذا بدنا نحكي شوي عن التحديات مع تقدم التكنولوجيا شو فينا نحكي عنها بين حرية التعبير والتحدي اللي عم تعيشوا مع تطور التكنولوجيا التطور التكنولوجيا خلينا نفتح بعد أكتر على الآخرين بعد من نفتح أكتر على العالم بريت بلدنا أو ناس يمكن ما منعرفون وفيها سهولة من جهها وفيها صعوبة من جهها تاني السهولة هي أنه كل واحد بيقدر ما بيحس أنه عم بينتهي كيمكن حرية غيره صعوبتها أنه مش مظبوط لا في حدود وهو الحدود إذا الآخر منا شايفينهم قبيلنا بتصير بعد أصعب أنه نحط الحدود هذه صعوبة التواصل الاجتماعي من جهها الدولة عندها جهة الرقابة بس بدأت عطينا حريتنا كمان على الإنترنت ومن جهها تانية مثل ما قلت لك النتيكات كتير مهمة أنه نحن نحط حدود لحالنا دكتور إذا بدنا نختم هذا الموضوع مع حضرتك كاختام شو بتقولي؟ كاختام عندنا مسؤولية كبيرة هذه كمان رسالة لأطلابك مظبوط مظبوط بالنسبة لإلي حرية التعبير كتير مهمة يعني هي من أسمى الأشياء اللي الإنسان ممكن يكون عم بيحافظ عليها هي الحرية لأنه نحن بالنهاية خلقنا حرين بالطبيعة خلقنا حرين ونحن وقته بلشنا نحط الأوانين من خلال المجتمع اللي عشنا فيه وأنه كل واحد لازم يحترم الآخر حطينا حدود لحالنا بس هول الحدود مش معناتها مننا حرين يعني بالنسبة لإلي مفروض تكون الحرية مطلقة أكيد غير مقموعة غير مقموعة ولا غير مقموعة وعلينا مسؤولية وعلينا واجبات كمواطنين وعلينا واجبات كطلاب إذا عم بتواصل ديراكت مع طلابي إنه كل واحد يعطي رأيه ينتقد ما نخاف من الانتقاد بالعكس الانتقاد هو اللي بيخولنا نغير الانتقاد البناء أكيد مش ضروري الكريتيك دايما تكون سلبية فيها تكون الكريتيك كمانا إيجابية من خلال أكيد الواحد بس يعطي أرجمان معين بيكون عم بيأكد بيكون عم بيعطي أسباب رأيه هيدا كمانا كتير مهمة بيكون عم ببرهن لا نقع هيدا بيكون عم ببرهن يعني هون أهمية حرية التعبير وما لازم نحنا نوقف نضل نطالب بهيدا الحق لأنه هيدا مثل ما قلتلك هيدا هيدا جزء من الديمقراطية اللي نحنا عايشين فيها فو إذا بدك كلماتنا عندها قوة قوة معينة ولازم نعمل ضجة هيدا الضجة مهمة تيدل الواحد عنده أمل بأنه يقدر يغير الأمور أو متيقذ ويقدر يغير الأمور دكتور سؤال أخير معقول حرية الرأي تكون نسبية يعني مثلا إذا أنا طلعت مثلا بشعار أو عبرت عن رأيي بالنسبة لإليك هيدا الشيء كتير غلط ولكن بالنسبة لغيرك يكون لا ما يعبر عن هيدا الشيء فما قلت كون نسبية ولا منزل هي نسبية بالنسبة لناس يمكن وبالنسبة لآخرين لا هي مطلقة يعني فيها تكون نسبية حتى فيه كتير ممكن يعبره عن رأيه مثلا برسمة بالرسم أو بالكاريكاتور بالدعايات يعني هيدا بيكون الواحد عم يعبر عن رأيه النسبية ما بفتكر إنه النسبية يمكن بالنسبة للشخص كيف هو بيشوفها بس لا هي مطلقة هي مطلقة بس المطلوب إنه ما نعتدي على الآخر ما نوصال على إنه عم بيصير فيه خلل إذا بدك بالخير العام هنا أو بالوضع اللي نحن عايشين فيه ما يصير فيه مشاكل بالمجتمع من وراء حرية التعبير نرجع هون على الاتيكات والا منرجع على الاتيكات أوكي تمام الإختصاصية بالعلوم الاجتماعية والسياسية دكتور سيلين مرعب غانم بدأت شكر وجودك معنا وبدأ قعد مشاهدين كمان أنه يكون عنا غير أحاديث مع حضرتك كمان على إشياء تثقفية إذا فينا نقول أكتر وأكتر مرسي لأيك دكتور مشاهدين على آخر فاصل بحلقتنا ومنرجع خليكم معنا اشتركوا في القناة